تواصل عمليات الاستحواذ والاندماجات في منطقة الشرق الأوسط زخمها المعتاد نتيجة التحديات والصعوبات التي واجهتها الدول المصدرة للنفط فيها فلم يكن بوسع الشركات في المنطقة إلا أن تبحث عن طرق أخرى لتحافظ على استمرارية كياناتها وتنافسيتها 2016 كان عاما مميزا عن غيره من الأعوام من حيث قيمة الصفقات التي نفذت والتي بلغت عشرة مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو أربعة مليارات دولار مسجلة في العام الذي سبقه الزخم الكبير الذي شهدته عمليات الاستحواذ والاندماج بمنطقة الشرق الأوسط جاء نتيجة تنفيذ عدة صفقات ضخمة في كل من قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية وبحسب شركة بيكر مكنزي فإن عدد عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط بقيت دون تقيير للعامين 2015 و2016 عند مستوى 29 عملية في كل عام وبتنفيذها 18 عملية خلال العام الماضي جاءت دولة الإمارات بالصدارة من حيث حجم عمليات الاستحواذ والاندماج بالمنطقة تلتها سلطنة عمان بثلاثة عمليات والسعودية بتنفيذ عمليتين أما من حيث القيمة فقد احتلت دولة الكويت الصدارة بعمليات الاستحواذ والاندماج بالمنطقة حيث استحوذت شركة هيباغليويد الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار وبحسب التقرير فقد تصدر قطاع النقل قائمة عمليات الدمج والاستحواذ بالمنطقة من حيث القيمة للعام 2016 بنحو 5 مليارات ونصف المليار دولار فيما تصدر قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث العدد حيث تم تنفيذ 6 عمليات بقيمة وصلت إلى 3 مليارات و600 مليون دولار